السلام عليكم اليوم عدنا من شارب غرصي ماركة باركسايد سبقا ان شراحت عليه سابقا ولكن اليوم عدنا بمشكلة غريبة وعن نقطة بالكهرباء ونشوفه احاول افقك الجهاز واشوف الكويل والارميتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا المشكلة هنا جدا واضحة اولا عندنا الارميتر محترق بشكل واضح لما اشوف عوازي بلاسيكية كلها محترقة دايبة كذلك الاسلاك هنا متقطعة لاحظنا الطبقة الاخيرة على الاسلاك لاحظنا الطبقة الاخيرة طرفنا اصلاكها جدا قليلة بسبب اخطى على الاسلاك وعدنا الكويل ايضا من اللاحظة محترق هلان يحتاج دف الارميتر والكويل راح حاول استخد الكويل الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولا نحن 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 نتفحص في القناة اشتركوا 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 في القناة هذا هو الميل اشتركوا في القناة 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 واستخرجنا المجاري. مثل ما نشوف. خلها محترقة. راح ناخد احد المجاري ونحسب عدد الاسلاك حتى نتأكد العدد الصحيح للفرات. عشرة عشرين ثلاثين اربعين خمسين ستين. ستين تقسيم اربعة يطلع عدد مستعش. هو هو عدد لفرات لكل طبقة. هنا استخدرنا عوازل الاسلاك. بديل عوازل البلاستيكين محتفقة. الان نسجل بيانات اللف. راح نبدأ بالجانب الاول. اللي هو بيون العسود. اول مجرى. نسال لف. تجاه اللف. الميل. الامامي. متأخر. واحد. الميل. اللف. الميت. اللف! بلون الازرق. او مجرى. مسال لف. تجاهل لف. الميل. الامامي متأخذ البعض اشتركوا في القناة سنبدأ اللف وعندنا نوع اللف يبدأ مفرد وينتهي مفرد هل أنه سنلف طبقة مفردة في مجرى رقم واحد ومجرى رقم سبعة وطبقات مزدوجة من مجرى رقم اثنين الى مجرى رقم ستة عدد اللفات الاصلي هو 15 لفة لكل طبقة راح نزيد لفة اضافية ويصبح العدد 16 لفة حتى نزيد من عمر الارمجرى يبدأ بالجانب الاول اللي هو بلون اسود ونربط بنحاص قم واحد ونروح الى مجرى رقم واحد ولف طبقة واحدة مفردة 16 لفة نروح الى مجرى رقم واحد الجانب الثاني ونربط بنحاص قم واحد ونروح الى مجرى رقم واحد الجانب الثاني واللف طبقة مفردة 16 لفة نربط بنحاص قم واحدة اثنين الان انتغل للجانب الاول ونروح الى مجرى بثنين واللف طبقتين كل طبقة 16 لفة نحاصق متلاث. نرجع لف طبقة ثانية في نفس المجل. نحاصقهم اربع. ننتقل للجانب الثاني. ونروح الى مجرق واثنين. نحاصق متلاث. نرجع لف طبقة ثانية في نفس المجل. نحاصقهم اربع. ننتقل للجانب الاول ونروح الى مجرق متلاثة. خمسة. حاصقهم خمسة. نوجع لفطبقة ثانية في نفس المجرى نحاصقهم ستة نتقل الجامب الثاني ونوح الى مجرى متلاف نربط المحاصقهم خمسة نرجع لفطبقة ثانية في نفس المجرى نحاصقهم ستة ننتقل الجامب الاول ونوح الى مجرى رقم اربع نحاصقهم ستة نرجع لفطبقة ثانية في نفس المجرى نحاصقهم ثمانية ننتقل الجامب الثاني ونوح الى مجرى رقم اربعه نحاصقهم ستة نرجع لفطبقة ثانية في نفس المجرى نتقل الجانب الأول وننوح لامجة بخمسة. نحن صقم تسعة. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحن صقم عشرة. ننتقل الجانب الثاني ونوح لامجة رقم خمسة. نحن صقم تسعة. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحن صقم عشرة. ننتقل الجانب الأول ونوح لامجة رقم ستة. نحن صقم دعش. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحن صقم اثناش. ننتقل الجانب الثاني ونوح لامجة رقم ستة. نحن صقم عشرة. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحن صقم عشرة. ننتقل الجانب الأول ونوح الى مجة رقم سبعة اللي هو مجة رقم واحد للجانب الثاني. واللف طبقة مفردة أخيرة ستة عشرة. ونربط لنحاس لقم واحد. وينتهي للف. للجانب الأول. الان ننتقل للجانب الثاني ونوح الى مجة رقم سبعة اللي هو مجة رقم واحد للجانب الأول. واللف. طبقة مفردة ستة عشرة. ونبط لنحاس قم واحد. وينتهي اللف للجانب الثاني. ترجمة نانسي قنقر 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 بعد أكمال لف العلماتر نجي للكويل الكويل محترق كما نرى طبعا الكويل يجي ملكوف الامنيوم بترجمة نانسي قنقر وتعرف اللون بيض يعني هذا الامنيوم نمنع الليفة ستستخدم بدادة النحاس بترجمة نانسي قنقر على الوزن الأسلاك جدا خفيف لأن مصنوع من الأذم اليوم لكس النحاس يكون ثقيل الآن نحسب عدد الثلاث عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مية وستة مية وستة مستخل قط السلف ثم نلاحظ اللون البيض دلالة على أن نسلك من الألمنيوم صفر خمسة وعشرين لدينا دورة كاملة إلى الصفر هو صفر خمسين زائد صفر خمسة وعشرين يساويدنا صفر خمسة وسبعين صفر خمسة وسبعين هو قياس ما بين القياس الواحد عشرين والثانين عشرين الذي هو واحد عشرين نصف الذي هو صفر خمسة وسبعين بعد استخدام أسلاف اللحاس بدل الألمنيوم نستخدم معادرة العربية روتو سلك الألمنيوم في صفر بوينت اثوانية ستطلع من صفر بوينت ستة صفر بوينت ستة أو واحد ستين يعني القياس تلاثة وعشرين عدد الأسلاف راح يزيد بدسبة عشرة بالمية عدد الأسلاف الأصل مية وستة في صفر بوينت عشرة ساوينا عشرة بوينت ستة أي تقريبا هدعش مية وستة زائد داعش ويساوي نعمية وصفر عشرة وعدد الأسلاف الجديد راح لف الكوية باستخدام قوالب اللف الداخلي موسيقى 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 اذا انقطع السلك ادنا مفيدة مشكلة ادنا. نقدم اضطر ونلحمه ونعزله ونكمله في طبيعي. اشتركوا في القناة اذا جانب داخلنا. اذا نكمل الجانب ثاني ونرجع لكم. اكمل الجزة ثاني. موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة